اربعة كامب حاصل اطوال البودز على اطوال الزجل. اه في مشكلة كده? تماما بشو عادل. تماما. طيب. ممكن بعد كده ناخد اللاج بقى. اللاج في الروت لوكس. اللاج في الروت لوكس فايدته الوحيدة ان هو يحسن الاستيدي ستت ايرو. يعني معايا نقطة موجودة على الروت لوكس اصل. خد بالك مش موجودة لا موجودة. موجودة على الروت لوكس بس مشكلتك ان هي الاستيدي ستت ايرو اللي عندها كبير. تمام فطبعا السيستم كده في مشكلة. يعني المفروض ان الاوبود بتاعي يطلع عند عشرة طلع عند تسعة. في ايرور واحد. تمام? الاستيدي ستت ايرور ده انا محتاج اقلله. اخليه مثلا يبقى واحد من عشرة بس. يعني تطلع عند تسعة وتسعة من عشرة. او تسعة وتسعة من عشرة. او تطلع العشرة كلهم عادي. مفيش مشكلة لو في امكانية. تمام? بس عشان يطلع ان هو طبعا عند يطلع الاستيدي ست ايرور بزيرو. محتاج بي اي كنترولة. وده مش عليك. لكن الاكومبنسيتور بيقلل لك الاستيدي ست ايرور بس بيبقى ليه كيم. صغير. فمرة تانية بقى كده المسألة مثلا وليكن. هي على اس في اس زائد اثنين. ادي السيستم اوه. اللي احنا رسمينه من شوية. عند الصفر عند السالب اثنين. وادي. الروت لوكاس بيمر بالسالب واحد. ويطلع البرانشات بالشكل. فجيت انا قلتلك ايه. قلتلك عند زيتة بنص. نص. حدد قيمة الكي. وحدد قيمة الاستيدي ست اير. ده لسه سؤال مش كومبنسيتور خالصة. سؤال من قديم ومن قبل المد. هتقول لي والله ايه. الزيتة بنص يعني ستين درجة. تمام. يبقى هيقطع في النقطة دي. اللي هي هتبقى طالما ده واحد. يبقى ده هتبقى جزر ثلاثة. جي جزر ثلاثة. ده الرأس. يبقى سالب واحد زي جزر ثلاثة. تمام من المثلسة ستين. تمام. طيب اذا انت عاوز تجيب الكي هن. ده سيستبقى دي ما هو. الكي. فانت عارف ان الكي. من المجنوتيوت كرايتيري. هاصل اطوال البولز. على اطوال الزيروز. اللي واحد. في اللي اتنين. وما فيش زيروز يبقى على واحد. يبقى هتقول لي والله الكي دي عبارة عن حاصل ضرب. اللي واحد. في اللي اتنين. على واحد. طب اللي واحد بكام. هتقول لي والله من المثلس القايم ده من فسا غورس. جزر التربيع. الواحد تربيع زائد جزر ثلاثة تربيع. يعني يديني اتنين. يبقى ايه الا واحد باثنين. والذين زيه. يبقى هتقول لي اتنين في اتنين. اعلى. ما فيش زيروز. يبقى واحد. يبقى الكي بتسويه اربعة. يبقى الكي هنا باربعة. عندي مين؟ عندي شرط معين. اهو اديك شرط معين. اشطة طلع الكي اهو. اهو. يعني شرط واحد. اديك شرط واحد مع الستيد استيت ايرور دلوقتي حسين هاي لك او. يعني انا ما اديك شرط واحد عشان تطلع لها الكي. اذا ما شرط واحد اكيد هيقى عارة لوكاس. اكيد في نقطة بتحقق الشرط. تمام? ادي لوكاس اوف زيتا. وادي روت لوكاس بتاعك اللي باللول الحمر اطلع اوف نقطة. ايه بقى هي ادي النقطة اللي عندها زيتا بنص. حدد للك عندها روحت ايه? بالمجنيتيوت كريتيري حددت الكي. طلعت اربعة. قلت لك بقى حددل للستيد استيت ايرور لو الانبوت بتاعك رام بانبوت. هتقول لي والله انا من من زمان في كنترول وان اخدت ان الستيد استيت ايرور لو رام بانبوت ويه الطايب بتاعي طايب وان يعني في اس عامل مشترك في المقام. هتقول لي والله كنت باجيب حاجة اسمها الفلوستيكوفيش. الكي في. الكي في ده كان بيسوي ليمت اس جي اوف اس. طب مرة تانية لو طايب زيرو كنت بتجيب البوزيشن كوفيشن اللي هو ليمت جي اوف اس. لو طايب تو يعني في اس تربيع في المقام عامل مشترك كنت بتجيب ايه البرابولا كوفيشن او الاكسليريشن كوفيشن اللي هي الكي ايه. ليمت اس تربيع جي اوف اس. يبقى في كل الاحوال انت هتشوف الايه الكي المقابل ليه. سواء كوفيشن كوفيشن ليمت جي اوف اس. فلوستيكوفيشن ليمت اس جي اوف اس. اكسليريشن كوفيشن ليمت اس تربيع جي اوف اس. وكل مرة الاستاذ استيرور يا اما بتساوي واحد على واحد زيت كي بي. او واحد على كي في او واحد على كي ايه. ده اللي انت اخذ. طب انا دلوقتي في السيستم ده طايب وان. يبقى انا هاجيب الكي في. لمت اس جي اوف اس. طب الجي اوف اس هاضربها في اس. واخد لها الليمت لما الاس تولي زياره. فتلاقي ان الاس طارت مع الاس. ويه لما حطه اس بصف يبقى بقى معي اربعة على اتنين. يعني اتنين. يبقى دي قيمة الكي في اها. الكي في باتنين. يبقى واحد على كي في. يعني نص. طبعا نص رقم كبير جدا في ايه? كدزين. يعني انت خد انت بدخل تسعة. اه. مدخل مفروض الاوبوت بتاعك. يطلع عشرة تلع تسعة ونص. تبع الرقم كبير. او النسبيت بتاعتك. قلت مقدار ايه? نص. او تورك او ايان يكن كارنت. انت بتعمل تعمل تعمل كنترول على مين. ايان يكن انت بتعمل كنترول على مين. الارور بتاعك نص. او هم تعيين لك تب خلي الارور بتاعي واحد من عشرة. بعد النص ده اعاوز اخليه واحد من عشرة. يعني هقل له خمس اضع. يبقى في الحالة دي انا محتاج ايه? هل السيستم ده الواحده كده? يستطيع ان هو يخلي الارور بتاعه يقل الواحد من عشرة. عند زيتا بنص. انت لازم تحقل زيتا بنص برضو شرط معك. لا مش هعرف. الزيتا بنص بتخلي اللي السيسترول بنص. الكي في باتنين واللي السيسترول بنص. ده ما انا عاوز خليه واحد من عشرة. قل لك ببساطة اضيف لي لا كومبنسيتر. ببساطة هتضيف كومبنسيتر نوعه لا. تمام? طيب اشمعنا لا كومبنسيتر هنعرف كمان شوية. طيب الكومبنسيتر ده المعادلة بتاعته عبارة عن ايه برضو زي المعادلة اللي فات. كيف اس زيت زيت على اس زيت بي. وبرضه ده. طيب ازاي بقى? هحدد. الزيت سي والبي سي. قال لك اللي كومبنسيتر اسل بكتير من 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 اللي. مش محتاج غير ان انت تختار اي قيمة للزيت سي عشوائية. وتحدد فاكتور اسمه الالفا كوفيشن. طب تعال نشوف الاول قيمة الالفا كوفيشن ده. قال لك الالفا كوفيشن. تمام? خلاص انا همسح لايه? الجوزء بتاع الكي في ده. قال لك الالفا كوفيشن عبارة عن كي في. على كي في اولد. اشمعنا كي في عشان السيستم ده طيب وان. لو انت طيب توكت هتبقى كي ايه? على كي ايه اولد. مت هتبقى حاسب كي ايه اولد. لي مت اس تربيع جي. اش هيبقى معك كي في اصلا? او لو كان طيب زيرو. هيبقى كنت بتحدد كي بي. يبقى كان هيبقى كي بي على كي بي اولد. كي بي ريكوارد على كي بي اولد. طب الكي في اولد. ودي معانا قيمتها اتنين. اللي انا هاسبها من شوية. اللي هي بتاعت السيستم قبل ما اعمل كمبنسيت. طب الكي في ريكوارد بقى هجيبها ازاي. قال لك الكي في ريكوارد عن طريق الاستاذ استيترون انت عاوزه. انا عاوز استاذ استيت ارور. يبقى واحد من عشر. يبقى معناه ان الكي في هتبقى بكام. طب اقول السيسترون واحد على كي في. يبقى الكي في واحد على السيستر. يبقى واحد على واحد من عشر يعني بقت عاشر. يبقى دي الكي في دي زاير. اللي انا عاوزه. عشر على اتنين يبقى الالفا ده بخمس. تمام? طب ايه فايدة الالفا? قال لك بقى في اللاك كومبنسيتر. احنا بنعمل على طول كده كالآت. ثم ايه اللي انا هختار الزيرو. عند نقطة قريبة جدا من الارجين. وليكن عند واحد من عشر. عند السلب واحد من عشر. والبول يبقى اطبق في القانون الاتي. ان البول يساوي الزيرو على الف. الزيرو اللي هي انت اخترتها اختيار عشوائي. ممكن واحد زميلك يختارها اتنين من عشر. ممكن واحد يختارها خمسة من مين. ممكن واحد يختارها واحد من مين. كل ما تبقى صغارة يبقى احسن. والالفا بخمسة. يبقى واحد من عشر على خمسة يعني اتنين من مين. اتنين من مين. يبقى البيسي هنا كده. اتنين من مين. ما بين الصفر وما بين الواحد من عشر. عند سالب اتنين من مين. تمام? يبقى انا كده بقى. امسح هناك جزء اللي تحت كده. يبقى انا كده معاين. ان الكمبنسيتور بقى عبارة عن كي. في اس زائد. الزيرو اللي انا اخترته الواحد من عشرة. على اس زائد البول اللي انا حسبته من القانون. زد على الفا. اللي هو اتنين من مين. مثل الكي. مชمال السواء والالفا جبناها مين بالزبط. لي bilmiyorum. الخمسة ده. الفا من القانون ده. كي في جور على كي في اون. او كي بي ريكور ده على كي بي اون. او كي اي ركور ده على كي اون. انا حسب المسألة. لو هي طيب زيرو. يبقى كي بي. على كي بي. كي بي الي انا عوشة على كي بي الاديم. لو طيب وان يبقى كيفي اللي أنا عاوسة على كيفي القديم ولذلك دايما أهم حاجة في مسألة اللاجب الزاد غصبة عنك لازم ترسم روت لوكس مش زي الليد الليد ما الشرط ترسم روت لوكس زي ما شوفنا تتعامل مع البولز والزيروز وخلاص بتعوى السست وتحدد الاسد أصلا ما بتقعش على روت لوكس الاسد الزاد في حالة ليد فمش فارق معك أصلا رسمة روت لوكس أما في اللاجب لازم ترسم روت لوكس ويبقى معاك الشرط اللي هو من دهولك تحدد دي قيمة الكي ومنها تحدد قيمة الكي في أو الكي بي أو الكي اي معايا ولا لا زي ما أنا عملت كده حددت قيمة الكي عن طريق أطول البولز على زيروز طلعت باربعة أربعة على اس في اس زي زياد اتنين بقى معايا سيستم بكي معينة باربعة خدت له لمت اس جيو في اس حددت الكي في اللي طلعت اتنين يبقى دي الاولد بتاعت تبال كي في ريكوايرد جيبتها منين مرة تانية عن طريق الاستيد ستيت ريكوايرد أنا عارز الاستيد ستيت الجديدة بواحد من عشر يعني تناظر كي في بوعشر من القانون بتاحها واحد على كي في يساوي الستيت يبقى واحد على واحد من عشر يبقى ده الريكوايرد وده القديم هاسمهم على بعض يديني ايه الالفا دايما الالفا رقم اكبر من ايه من واحد في مسالة ايه الروت لوكس الالفا دي الخامسة دي دي اللي هتبقى المقام اللي هاسم على الزيت سي على بي سي النسبة ما بين الزيت سي على بي سي يبقى الزيت سي على الفا يديني البي سي يبقى الزيت سي هنختار اختيار عشوائي براحتك انت تختارها مختلف عن زمينك مفيش مشكلة بس هام حاجة يكونوا رقمين صغيرين تب ليه رقمين صغيرين قالك ليه بقى عشان ما يقصروش في رسمة الروت لوكس عشان ما يقصروش في رسمة يعنيه برضو مش فاه يعنينا لما اختارهم هنا كده هادي البي سي عند السلب واحد من عشر والزيت سي عند السلب اثنين من عشر طول البي سي للنقطة وطول الزيت سي للنقطة يكد يكون منطبق على بعض لانهم قريبين جدا من بعض فكأن طول ده على طول ده يتلاشوا مع بعض فما يقصر ليش في الكي عشان كده دايما بالعون الكي كومبنسيته في حالة اللاج غالبا تقترب من الواحد فمش بيحتاج حسب يبقى أنا بس كل الحكاية ان ضفت اس زايد واحد من عشرة على اس زايد اثنين من عشرة الواحد من عشرة ده اختياري والاتنين من مية ده الواحد من عشرة على الف والالفة ده القصة كلها في الالفة ازاي تحسبها كي في الكوارد على كي في اون فالموضوع صعب حوالنا ليه لازم يبقى رسمة الروت لوكسي باش مهندس بدهم انا كده كده اصلا بحسب كل الزات سي والبي سي من القانون بتاع الستادي ستات ارر لا بس في حاجة الكي في اول عشان تجي بيها محتاجة يبقى معاك الكيل قديمة تاني انا في الروت لوكس في الروت لوكس بيبقى الجيفن كي على اس في اس زايد اتنين انا مش معاك الكي دي بجيبها عن طريق الشرط انا عشان اصلا اوفق الشرط مع رسمة الروت لوكس لازم ابقى رسم الروت لوكس اصلا انا رسمت الروت لوكس اهو والشرط اهو حدد لي النقطة بحيس ان انا قدر احسب من عندها الكي اللي هي طلعت اربعة بحيس بعد كده لما اخد لها لمت اعود عند الاس بصفر اقدر اطلع الكي في الاديمن انا في القانون محتاج الالفة اللي هي بتعتمد على كي في اول ها وصلت اه طمام شكرا يا باش ممت حد عنده سؤال تاني طيب نيجي بقى المين ليه طيب ممكن نأجله البكرة حواليا مفيش مشكلة يا باش مانس ماشي طيب هنكتفل نهارده كده واخلينا نأجل الديزاين الريقونس ريسبونس لبكرة اه باش مانس معلش سؤال بس ايه اتفضل الحتة اللي هي بتاعت في الليد لما كنت بجيب الزاوية معلش عادة بس تاني لانا ما تسجلش في الفيديو اصلا عادة تاني بس عشان هو الفيديو بدي التسجيل المتأخر وعشان نبقى عرفينها خالص لان بصنا مطلبة هو مجموعة زوائل بولز او مجموعة زوائل زيروس بحط فيه الزد سي والبي سي كمان بص انت القانون بتاعك داه سمشم في زيروز ناقل سمشم في بولز يساوي سالب مية وتمانين درجة القانون ده ممكن تكتبه كده ممكن تعكسش عادي مفيش مشكلة اصل انت السالب مية وتمانين لو ضفت على تلتي موستين طلع مية وتمانين كعاد يعني ممكن اقوله سمشم في بولز ناقل زيرو مش فارق ماشي دي مبدعي عشان برضو الناس بتطلع بطو هنا الزيرو زناصي البولز ولا البولز ناصي زيروز مش فارق مش هتفرق كتير لاني بساوف سالب مية وتمانين اللي هي تعتبر نفسها مية وتمانين يعني بضيف عليها ضوء ماشي بس يستحسن انت تبدأ بالزيروس طالما انت ايه هتساوف سالب مية وتمانين ولو بدأت بالبولز يستحسن تخلها مية وتمانين بالموت ماشي ده ما بداية الحاجة التانية انا دلوقتي عندي السيستم القديم وليكن فيه صفر وسالب اثنين والنقطة الدزار دولي يكن هنا عند سالب ثلاثة زائد جي ثلاثة مسألة تانية خالص عن اللي احنا كنا عاملين تمام فاحنا قلنا ان احنا هنوقع الزيروس اسفل النقطة مباشرة يعني عند السالب الثلاثة ومحتاج يعمل البول مش عارف الانجل بتاعته كامل فانا هجيبها من هنا يعني هرسم خط افقي وايس الزاوية في الاخر كده بس انا محتاج اصلا احسيبها الاول احسيبها ازاي اقول لي والله انا اوصل الزيروس اللي عندي ما عنداش غير ده ياصنع زيادة نسعين يبقى اطبقى في القانون سامشا الزيروس بتسعين ناقص كل البولز بقى اللي جاي البولي الاولاني اللي هو ده وليكن 120 يبقى ناقص 120 البولي التاني اللي هو ده وليكن 110 يبقى ناقص 110 البولي التالت اللي أنا ايه مش عارفه يبقى ناقص ستا بي كل ده يسوي سالب 180 ومن هنا طلع قيمة الستا بي طلعت 70 درجة يبقى أنا هائس من الأفق من عند الاسد زرد 70 درجة وأجيب خط يقطع الريل أكسس في نقطة يبقى هي دي نقطة البي سي أهي أشوف هي كام عن الارجي يبقى كده حددت وليكن طلعت 5.8 عند سالب 5.8 يبقى إزا الكمبنسيتور اس زائد 3 اللي هو الزيرو ده على اس زائد 5.8 اللي هو البول فأظل لك بس تحسب الكي سي في الكي عن طريق حاصل أطول البولز على طول الزيرو على طول الزيرو اللي عنده وخد بالك لما المسألة فيها أكتر من زيرو هتوصل هتبق برضو قانون ساميشن فايو زيرو زلان ساميشن فاي بولز يساوي السالب 180 درجة بس ساميشن فاي بولز ده هيخلش معاها السيتا بي اللي انت عاوز تحسبها دي اللي هي ما واضح؟ يعني الزيرو الجديد والبول الجديد بيدخلوا معاها في المعادلة أي يوم اللي تمام بالشغل القديم ما كانوش بيدخلوا أصلا الشغل القديم كان بيعتمد أنه هو بيجيب حاجة اسمها ديفيشيانسي أنجل اللي هي عبارة عن أصلا فرق الزاويتين ستة زيرو ناقص ستة بي اللي هي هنا دي كده ما هي دي الأنجل ليه الخارج عن المسلس ده يعني 99 ناقص ستة بي فهو كان بيجيب دي فكأنه هو ما بيعوضش عن تسعين وما بيعوضش عن ستة بي لأ هو بيعوض عن الفرق بيشيل التر من دول وبيعوض عن الفرق فبلاش نشتغل بكده احنا عمتا عارفين أنه هو الزيرو تحت النوت على طول فالأنجل بتاحته دايما تسعين دخلة معايا والستة بي دي اللي ناقصة معايا وبقسة دايما من الأفض على عكس الزمان كان بيقسة من رأسه تمام ماشي 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 ماندس بعدزنك هي المعادلة بتاحت الجي سي اس اي بكد فيها سالب يعني الاس ناقص زيدي سي ولا الاس زائد زيدي سي ماشي ماشي هون دلوقتي اللي طلع لي ده سالب تلاتة اللي طلع لي سالب تلاتة طيب طيب انت لما بتدخلها في المعادلة انا عاوز دلوقتي زيرو عند السالب تلاتة ماشي انا اصلا بساوي دي بصفر ماشي انا طلع الزيرو صح اللي لأ اللي ناتج اصلا اس بالسالب تلاتة يبقى زائد اتحاولت لزائد في المعادلة ماشي انا ما بدي لك اس زائد تلاتة فنفس القصة هي عند السالب تلاتة يبقى معناها quoiت اس زائد تلاتة عند السالب خمس والثمين من عشرة البي سي يبقى معناها اس زائد خمس والثمين من عشرة عامتا كلهم هيطلعوا موجب لان انت لازم يبقى استيبل عامتن دايما هتطلع اس الزاء المعادلة الاصلية زائد ولا ناقص المعادلة الاصلية اس زيد زد على اس زاد بي طيب تمام والس زقة والزد سي اللي احنا بنفرضها تبقى سالب واحد من عشرة ولا واحد من عشرة? لا تبقى واحد من واحد من عشرة. ما عشان تبقى بالزائد. اس زائدة على طول. يعني هي على على الاس بلين بتبقى سالب. بيبقى كأنك انت سالب واحد من عشرة. انت موقع الزيرو عن سالب واحد من عشرة. بس ترمي الزد ده انا بفترض ان هو الرقم اللي ايه يعني. العبسوليوت فال. طيب ايه اس زائدة على طول. وصلت معك? تمام عشرة. شوفنا عشرة. تمام. عشرة. طيب عشرة. طيب عشرة مهندس في الزاوة بتاعة الفاي تيت اه لو طلعت سالي. اه نسلموا الخط لو كانوا ننشوا من ناحية تانية ولا اه? بصوا واستحالة تطلع سال. بص لو كان النساءات في اللور الرسمة دي مساءات قد بتطلع مجيب اوصيلة اللي يعني. ما شعر. السنة اللي فاتت اه. لان كان عليهم حاجة اسمها ان هما يعملوا يحسنوا الترانزينت رسبونس باستخدام اللات. مش مش هيبقى ليد كومبنسيتور بقى هيبقى لك كومبنسيتور بس مش فايديته زي ما زي ما زي ما اوضحت لك. لا هيبقى فايديته ان هو يحسن الرسبونس نفسه. يعني كان يستخدم في حاجات تلك. عموما خارج عنك القصة دي. هما كانوا بيدرسوا حاجات كتير. هما كانوا بيدرسوا الليد واللاج عشان يحسنوا الرسبونس. وكانوا بيدرسوا اللاج عشان يحسن. وكانوا بيدرسوا الليد لاج يعني يعملوا اتنين في واحد. وكانوا بيدرسوا حاجات كتير. وكانوا بيدرسوا بي اي وبي اي دي وبي دي كنترولر وقصة. فانت بس كل الحكاية اللي عليك اللي تكمبنسيتور عشان يحسن ترانزينت رسبونس. ولا كومبنسيتور في حالة ان انت تحسن والليد واللاج في حالة الفريقونسي بيدي لك معهم شرطين شرط الفيز مارجن وشرط الاستيد او الكي بي او الكي بي او الكي بي ده في الفريقونس اللي هنشرحه ان شاء الله بكم تمام تعالى عليك انت الدكتور دكتور عمتا يعني اهل ان هو الشافتر ده بالنسباله اه يعني شرح فيه اللي هو يقدر يشرحه يعني ما شرحش كل الكيس فانت معليكش كل الكيس عشان بس ما تدخلوش نفسكم في متاهات تمام الورق القديم انت لو معك ورق قديم هتلاقي فيه حاجة اسمها الليد ليد كومبنسيتور والليد لك كومبنسيتور والليد لك كومبنسيتور والقصص بحواديه فلا يعني احنا مش هنتطرق للكم ماشي؟ تمام مش وقت ماشي حد عنده سؤال تاني هو حاجة هتنزل درجات اعمالي السنة؟ اه هو مش عارف لسا نحبعاتها للدكتور بس وبعد كده نشوفيه بس ان شاء الله هتبقى كويسة بزنة ان شاء الله بكرة ممكن نعمل ميتنج تاني بس هيبقى ايه ممكن على تسعة او عشرة هبقى لكم يعني عمد ممكن تسعة عشرة ان شاء الله نشرح في الفريقونسي رسبونس تمام؟ تمام مش هندس انت عوزين ممكن نبقى نزاكره لو حدوك في حاجة اللي بنسل حطيسة بالنسبة للنكوست كريتيريا الموضوع سهل اعتقد يعني هو اه في وفي مسائل كتير موجودة في الورق واعتقد ان الورق مفهوش صعوبة بتاعت الدزاين يعني تمام مش هندس شمال 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 تمام؟ هو ده كبداية بس عشان ايه حاجة منظمة ماشي تقدر تعتمد علي عليها في السؤال بيجي ازاي والاجابة بتيجي ازاي انما في الاخرة في الاول انت منزم بالمحاضرات والشتات معايا ايه دي اسئلة امتحنات قديمة ماشي واسئلة افكار اه كتير مثلا والسؤال بيجي ازاي والاجابة طيب اللي بيحصل الكلام ده خطوات ايه اه مثلا مكتوبة بخط منظم ماشي واحدة واحدة انت ماشي معاها اوكي ماشي تمام فهمت خلاص اوكي لكن في النهاية انت بحتاج تشتغل مسائل المحاضرة ومسائل الشتات والشتات انا بعضتها للمندوق تمام والحلول بتاعتها للناس اللي بتسأل يعني الشتات والحلول بتاعتها موجودة بعضتها للمندوق تمام والناس برضو اللي بتقول هو او انا لو اشتغلت زي القديم صح ولا غلط هو انت هتطلع نفس النوايتي بس ايه انت الحل بتاعك الدكتور طالب ان انتو تحله بالطريقة بالطرق اللي هو بيقول به الطريقة الجديدة بس عشان ما نتلغبطش كده اشتغل بالطريقة اللي الدكتور شرح هي الطريقة اللي هتطلع نفس الحلوب نفس الاركام نفس كل حاجة معاش غلط معاشي وكل اختلاف بس في طرق الحل واحد مثلا بياخد الزاوية ازاي وبياخد انهي زاوية معناها ايه احنا هنا بنشتغل بزاوية تانية بس يعني حاجات خفيفة بس في الاخر وفي الاول انت ملزم باللي تقال في المحبة ده اللي هتاخد عليه درجة باش ماندس الدكتور بيصلح على حسب طريقة الحل ولا على النواتج النهائية لا دي انا ما عرفهاش بصراحة عشان ايه اه النقطة دي يعني انا ما عرفش هو الدكتور بيعلم ازاي بس هو غالبا هتبقى انت هتشوف هيشوف النتج النهائي لو صحي خلاص موسيقى موسيقى المترجم للقناة